تحركات تقع تحت دائرة خرق الدستور وعدم الاتزام ببنوده من قبل اقليم كردستان ابرزها محاولات وضع دستور خاص بالاقليم فضلا عن اقرار موازنة مالية مستقلة عن الحكومة الاتحادية في اشارة لاعادة احياء فكرة حلم الدولة الكردية المستقلة التفاصيل مع كرار الزياد تحركات تقع تحت دائرة شك تجريها سلطات اقليم كردستان التشريعية والتنفيذية فمنذ استفتاء تقرير المصير والانفصال عام 2017 والذي باء بالفشل حتى اخذ السلطات الاقليم تتحرك بخطوات شبه سرية تتضارب مع الدستور الاتحادي وتكشف عن استمرار نوايا حلم الانفصال والاستقلال اولى الخطوات تجسدت بالحديث عن مساع كردية لاجراء استفتاء على دستور خاص بالاقليم يتضمن تشريعات وقوانين كأي دولة مستقلة وهذا ما يتضارب مع الدستور الاتحادي تتحدث المعلومات عن ان الفترة القادمة ستجلس الاطراف الكردية لصياغة دستور داخلي خاص بالاقليم بغض النظر عن موقف بغداد لم يكتفي الاقليم بهذه الخطوة المثيرة للشك والريبة بل ان الاقليم اخذ يتحدث عن اقرار قانون خاص بموازنته المالية التي من المفترض ان يتحكم بموازنات المحافظات والاقليم هي الحكومة الاتحادية وفقا للدستور لكن سلطات الاقليم يبدو بانها تخطط مجددا لمشروع حلم الدولة الكردية المستقلة عبر دستور خاص واموال لا تسلم لبغداد فضلا عن قرارات احادية وتصدير للنفط واموال المنافذ كلها خضيعة لسلطة كردستان مراقبون اكدوا بان يجب ان تتحرك بغداد بشكل عاجل وجدي كون هذه التصرفات تشكل تهديدا للامن الوطني وتبعث برسائل واشارات سلبية تؤثر على استقرار البلاد فضلا عن ضرورة التزام اقليم كردستان بالدستور ولا يتعامل مع بنود ويترك اخرى وفقا لرغباتهم ومتى ما يشاءون من بغداد كرار زيدي داباليو تيفي